تغريدات الطيور تبدو وكأنها نغامات موسيقية في الزمن العتيق في وسط هذه المعالم الاثرية في هذا السوق والذي بات وجهة سياحية ومتنفسة لمن يبحثون عن الترويه مكان تراثي ولكنه حضاري أشعر بالارتياح هنا عندما أتجول في أنحاء السوق إنه من السهل جدا الحصول على المشتريات والاختلاط بالناس والأكل إنه لمكان رائع بالتواجد فيه يعتبر سوق واقف الوجهة السياحية الأولى في العاصمة القطرية الدوحة ويتحلى بحلة ذات لونين تجذب الزائرين وتثير انتباههم القدم والحداثة مما منحه أن يكون جميلا في عيون القادمين إليه يجد الزائر في السوق المشغولات التراثية والأكلات الشعبية والعديد من المظاهر التي تجسد كيف كانت طبيعة الحياة قديما في هذا البلد أزقته مفعمة بالحيوية طول الأسبوع إلا أنها تزداد إيقاعا في عطلة نهاية الأسبوع لوقوعه في قلب الدوحة ولتنوع ما هو موجود فيه يجعله من أكثر الجهات التي يقصدها الزوار والاهتمام به من قبل الجهات المعنية أدى إلى أن يحافظ على هويته التاريخية عبد الملك علدون الجزيرة من سوق واقف الدوحة